موسيقى تحيات الوطن تحية جمهورية مصر العربية الطبع الأولى في قناة دريم وهذا أحمد المسلماني يحييكم السلام عليكم عيد القيامة المجيد 2017 كل عام والمسيحيين المصريين بكل الخير عيد القيامة المجيد 2017 أكبر عدد من المسلمين راحوا الكنائس لكي يهنئوا ويسلموا على المسيحيين المصريين لأن الصدمة الوطنية والإنسانية الفاجيعة الكبرى بعد تفجير كنيستي طنطة والإسكندرية خلت المصريين كلهم يشعروا أن المستقبل يجب أن يكون واحدا زي ما كان الماضي واحد لشعب واحد في وطن واحد وبمناسبة عيد القيامة المجيد نتقدم بخالص التهنئة إلى قداسة البابا توادرس الثالث كما نتمنى للمسيحيين المصريين قضاء عيد ممتع ونتمنى السلام لوطننا جميعا وللمسيحيين المصريين بعد الحادث الأليم الذي ألم بالكنيسة والوطن واحد أم القنابل وأب القنابل قبل الكنبلة النووية الثالثة بقليل إحنا هذه الأيام تكلمنا قبل كده أن كوريا مكان مرشح لاندلاع حرب عالمية ثالثة والبعض كان بيتصور أن في مبالغات في هذا التقدير دلوقتي بيتأكد أن العالم كله أصبح عند حافة الهوية وعندنا مصطلحين جداد أو مصطلحين موجودين بقوة في الإعلام الآن أم القنابل وأبو القنابل أم القنابل أمريكية وأبو القنابل روسية وأم القنابل وأبو القنابل دول كومبلتين هم أخطر كومبلتين في العالم تحت الكنابل النووية يعني الخطوة اللي بعدها على طول كومبلة نووية أقوى كومبلتين غير نوويتين في العالم أم القنابل كومبلة أمريكية أول تفجير لها 2003 لكن أول استخدام لها هذه الأيام في أفغانستان بدعوى ضرب تنظيم داعش أم القنابل 11 ألف كيلو من ما يعادل مادة TNT شات الإنفجار 11 ألف كيلو 11 تن متفجرات هي أطخم وأقوى وأخطر كومبلة غير نووية في العالم وده أول استخدام لها في التاريخ أيضا روسيا بعد أيام قالت أن عندها أبو القنابل في مواجهة أم القنابل وأن هي أخطر لأن درجة الحارة بتبقى أعلى النتيجة من الانفجار والضحايا بيكونوا أكتر في كلام علمي أن أم القنابل بتوجه بالنظام جي بي اس نظام تحديد الأماكن العالمي المعروف لكن أبو القنابل في روسيا مش بالنظام جي بي اس وإنما بالنظام مجهول غير معروف حتى اللحظة في كل الأحوال المحللين بيقولوا إيه اللي يخلي أمريكا تفتكر داعش في أفغانستان في أحد الجبال دلوقتي طبعا تقدير هؤلاء المحللين إن ده اختبار إن تجارب السلاح بقت تجارب مباشرة على أشخاص مباشرين فبدل ما تكون تجارب في سحراء لأت تجربة مباشرة على دولة وحصل كده أول تجربة في التاريخ بإطلاق كومبلة أو بإلقاء كومبلة أم القنابل الأمريكية على أفغانستان ده اللي خل الرئيس حامد كارداي رئيس أفغانستان السابق لقول إن الحكومة الأفغانية سكتها على هذا الأمر يعتبر خيانة وقال كمان إن ده تجربة السلاح مش أكتر ده استعراض سلاح من أمريكا بتفجير أم القنابل فوق أفغانستان إذن موجز هذا الأمر إن في أم القنابل في أمريكا في أبو القنابل في روسيا أم القنابل أول استخدام لها في التاريخ في أفغانستان أبو القنابل لم تستخدم بعد اللي اتنين أخطر كومبلتين في العالم الخطوة اللي بعديهم على طول الكومبلة النووية اتنين أمريكا وكوريا الشمالية عرض عسكري وعرض عسكري مضاد أمريكا استعراض عسكري مزهل قبل احتمالات الحرب في كوريا الشمالية شفنا أبليكا 59 صاروخ طومهوك طالع من المدمرات الأمريكية في بحر المتوسط إلى الأراضي السورية شفنا ضرب أفغانستان بأكبر وأخطر كومبلة غير نووية في العالم أيضا شفنا أن الأمريكان حركوا مجموعة قتالية كاملة عملاقة اللي هي حاملة الطائرات كارل فينسون وحاملة الطائرات دلوقتي قربت من سواحل كوريا وبالتالي تقدر دلوقتي تشوف أي صاروخ يطلع من كوريا الشمالية كمن الطائرات اللي على كارل فينسون تقدر تروح لغاية بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية وترجع تاني إلى حاملة الطائرات فقربت جدا جدا حاملة الطائرات بحيث أن الطائرات تقدر تروح وترجع على كوريا الشمالية وأن أي صاروخ أي طيارة أي حركة في كوريا الشمالية ترصدها رادارات كارل فينسون اللي موجودة على السواحل الكورية كارل فينسون مش لوحدها وإنما كمان في مدمرات أمريكية موجودة مع كارل فينسون في طراد صاروخي في غواصات نووية فيه 154 صاروخ طمهوك جاهز للإطلاق في ساعة الصفر إذن فيه منظومة طمهوك جاهزة فيه مدمرات غواصات نووية طراد صاروخي كارل فينسون يعني جيش كامل جاهز للحرب أو لغزو كوريا الشمالية فيه نائب الرئيس مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي اللي وصل لكوريا الجنوبية علشان يقول إن أمريكا جادة في الاستعراض العسكري في مياه الكوريتين إذا ده العرض العسكري لأمريكا فيه عرض عسكري مضاد من كوريا الشمالية قبل كده فيه خمس تجارب نووية لكوريا الشمالية دلوقتي فيه كلام عن تجربة نووية سادسة لكوريا الشمالية الأمر الثاني عيد ميلاد أو ذكرى ميلاد رقم مية وخمسين لجد الزعيم اللي هو كيم إيل سونج في ذكرى ميلاده المية وخمسين اتعمل عرض عسكري مذهل في العاصمة بيونج يانج صواريخ من غواصات ظهرت لأول مرة يعني أول مرة صواريخ من غواصات صواريخ باليستية بعيدة المدى تظهر في عرض عسكري في كوريا الشمالية وبالتالي هذا الاستعراض كان مذهل للغاية صواريخ عبارة للقرات وغواصات وصواريخ من غواصات بعيدة المدى ده في العرض العسكري اللي في كوريا الشمالية للرد على العرض العسكري اللي في مياه كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية بتقول إن فيه غواصات كوريا الشمالية عندها كم غواصة؟ سبعين غواصة فيه غواصات لكوريا الشمالية اختفت من الرادار من سنتين ظهرت اليومين دول مرة تانية على رادارات الجيش في كوريا الجنوبية ده معناها إيه؟ معناها إن كوريا الشمالية قدرت تخفي غواصاتها لمدة سنتين عن أي رادار اتنين الغواصة لو هي تحت المية وهي تحت المية وأطلقت صواريخ صعب التعامل مع الصاروخ وفي مرحلة تحت المية إنما يلازم يطلع للجو عشان يجري التعامل العسكرية معاه وهنا خطورة إطلاق صواريخ باليستية أو بعيدة المدى من غواصات موجودة تحت الماء بالذات إن قدرت كوريا الشمالية تخفي هذه الغواصات عن أعين رادارات كوريا الجنوبية لمدة سنتين إذن فيه استعراض عسكري لكوريا الشمالية من تجارب نوية سابقة لصواريخ عبارة للقرات لغواصات بتختفي وترجع لصواريخ لغواصات بعيدة المدى وبالتالي العرض العسكري الأمريكي في عرض عسكري مضاد من كوريا الشمالية للعرض العسكري الأمريكي تلاتة الجيش الصيني يتحرك نحو حدود كوريا الشمالية الصين شمال كوريا الشمالية أول ما تحركت كارل فينسون نتكلم بقى خلاص جيش أمريكي زي بالضبط غزو العراق ده مستوى عسكري لغزو دولة فلما تحرك الجيش الأمريكي بهذه الجدية لما استعرض بتومهوك في سوريا والقنبلة اللي هي أمة القنابل في أفغانستان الصين بقى خدت الموضوع على محمل الجد الصين متضايقة وعندها شعور بالإهانة لأن الزعيم الصيني لما كان قاعد مع الرئيس ترامب وهم بيتكلموا في المباحثات أثناء استراحة بينهم ويتقابلوا تاني بعد شوية وقت الاستراحة ترامب أخذ قرار ضرب سوريا بتمهوك ففي كلام في صحف الروسية والصينية أن ده مثل إهانة للصين أن يتخذ القرار والزعيم الصيني في أمريكا في كل الأحوال الجيش الصيني في صحف عالمية بتؤكد أنه في خمس مناطق عسكرية بقت في حالة طوارئ وأن في جزء من الجيش الصيني بقى في حالة تأهب قصوى وأنه تحرك مية وخمسين ألف جندي صيني إلى الحدود مع كوريا الشمالية وتحرك أطباء وعربيات إسعاف من الصين إلى حدود كوريا الشمالية تحسبة لاندلاع القتال إما لاجئين أو مصابين أو قتلة حين يندلع القتال الصين نفت أن هي حركة جيشها على الحدود لكن وسائل إعلام غربية بتؤكد أن في تحركات للجيش الصيني على حدود كوريا الشمالية يبقى إذن عرض عسكري أمريكي مزهل عرض عسكري كوري شمالي مضاد والجيش الصيني يحرق قواته وأطبائه في اتجاه كوريا الشمالية أربعة روسيا تستعد الثالوث النووي جاهز روسيا طبعا مستعدة جدا لأن الحرب جنبها مباشرة وأمريكا بتفكر تغزو دولة نووية لأول مرة في التاريخ إذن روسيا قد تكون جزء من الحرب القادمة الثالوث النووي اللي هي المواصلات النووية ما هو لو فيه كومبيلة نووية حضرتكم إزاي هترمي الكومبيلة النووية مش حد ياخد كومبيلة نووية ويرميها بإيديه أو على سيارة ويروح إنما فيه تلت وسائل تسمى الثالوث النووي تلت وسائل مواصلات نووية ما فيش غيرها علشان تلقي كومبيلة نووية أول حاجة بالصاروخ يبقى صاروخ بيحمل رأس نووية تاني حاجة الطيارة اللي هي الطائرات المقاتلة أو القاذفات الاستراتيجية مش أي طيارة بتشير كومبيلة نووية وترميها إنا ما قاذفات استراتيجية أو طائرات استراتيجية يبقى بالصواريخ أو بالطائرات الاستراتيجية ثلاثة أو الغواصات النووية دول اسموهم الثالثة دول الثالث النووي اللي هو الطائرات الاستراتيجية والصواريخ الاستراتيجية والغواصات النووية التلاتة اللي يقدروا يحملوا قنابل نووية أو رؤوس نووية إلى أي أرض وبالتالي الثالث النووي ده لم يكن في حال التأهب معناه الدنيا خطر وزير الدفاع الروسي اجتمع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية وقال الثالث النووي جاهز بالذات عنصر الصواريخ الوزير قال وزير الدفاع الروسي قال إن 96% من الصواريخ الاستراتيجية الروسية جاهزة تماما للانطلاق يعني تقريبا 100% لما نقول 96% من الصواريخ النووية الروسية جاهزة الانطلاق في أقل من 60 ثانية وبنتكلم إن احنا قبل الحرب النووية بقليل أو جاهزية الروسية لحرب نووية خمسة هل أسقطت روسيا 36 صاروخا أمريكيا فوق سوريا؟ في جدل كتير جدا لليومين اللي فاتوا في صحافة العالم ومراكز الدراسات حول العالم ده موضوع في منتهى الخطورة مناقشته الموضوع بيقوله ببساطة الأمريكان رموا كام صاروخ على سوريا اللي هو مطار الشعيرات اللي هو في حمسة في سوريا كام صاروخ؟ 59 صاروخ الروس بيقوله إن اللي وصل من 59 صاروخ كام؟ 23 صاروخ فقط اللي وصلوا إلى المطار والدليل إنه يدوب ستة طيارات أصلا قديمة هم اللي تدمروا والمطار استمر شغال وتاني يوم طلعت منه طيارات سوريا طب أصلا مطار الشعيرات ده مش قاعدة جوية عملاقة ومش قاعدة جوية حديثة جدا إنما مطار على قد حاله فلما مطار على قد حاله قدام الجيش الأمريكي ومدمرتين أمريكيتين وتسعة وخمسين صاروخ طوماهوك وفي الآخر مطار يشتغل بعد كام ساعة من الضربة الأمريكية ده يئمة معناها إن صواريخ طوماهوك أي كلام مش قادرة إنها تدمر مطار عسكري عادي أو إنه في جزء من الصواريخ في عطب أو إنه في صواريخ تاهت الصحافة الروسية بتتكلم على صواريخ تائها إنه بيدوروا على ستة وتلاتين صاروخ تائه منزلش على مطار الشعيرات في سوريا إنما طبعا دلوقت المحللين بيترحوا سيناريوهات إيه اللي حصل فيه سيناريو بيقول إنه طيارات الروسية سخوي خمسة وتلاتين ودي من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم هي اللي تصدت لأول ضفعة هم حضراتكم مدمرتين أمريكيتين في البحر المتوسط المدمرة الأولانية أطلقت ستة وتلاتين صاروخ طمهوك والمدمرة التانية أطلقت تلاتة وعشرين صاروخ طمهوك المجموعة التانية اللي هي المدمرة التانية وصلت الأولانية الصواريخ ما وصلتش كل ده كلام في الإعلام الروسي في العالم الروسي بيقول إنه ستة وتلاتين صاروخ اللي في الأول اللي هي أول مدمرة أطلقتهم تمت مواجهتهم بطائرات سخوي خمسة وتلاتين اللي هي الأقوى في العالم وتم إسقاط الخمسة اللي ستة وتلاتين صاروخ في البحر المتوسط واللي وصل تلاتة وعشرين صاروخ فقط ووصلوا ليه لأنه الطيارين لما تصدوا للستة وتلاتين صاروخ بعد كده رجعوا قواعدهم أثناء الرجوع المدمرة التانية جاءت أطلاقة التلاتة وعشرين صاروخ ده سيناريو بيتقال في مراكز البحث الروسية فيه سيناريو تاني بيتقال إنه تم تعطيل هذه الصواريخ تعطيلها إزاي؟ الصواريخ دي مشى بنظام جي بي اس فتم الدخول على هذا النظام جي بي اس وتم تضليل الصواريخ وتعطيل توجهها ودفعها للحراف ثم الانتحار في البحر المتوسط وطبعا ده كلام خطير جدا إن تقدر روسيا تخترق النظام الإلكتروني لصواريخ طومهوك وإنها تقدر تخليها تنحرف عن مصرها وتوقعها في البحر المتوسط ففي كلام زي ده على موقع روسيا اليوم بيقول إنه صواريخ 36 صاروخ طومهوك سقطوا بسخوي 35 أو إنه الصواريخ سقطت بفعل الاقتحام الإلكتروني لهذه الصواريخ ودفعها للانحراف والسقوط في البحر المتوسط طبعا ده كلام في منطقة الخطورة أمريكا نفت هذا الكلام أمريكا بتقول لا فيه صواريخ طيها ولا فيه صواريخ تعطلت ولا فيه سخوي أسقطت ولا فيه أي نظام إلكتروني مضاد قدر يدخل إلى تومهوك ويؤدي إلى انحراف وسقط في البحر المتوسط كل هذه الروايات بتنفيها أمريكا إنما خطورة هذه الروايات إنها بتطرح لأول مرة بهذه القوة إنه ممكن دولة تدخل على صواريخ إلكترونيا والصواريخ مشيا تعدل مصارها فتوقعها في اتجاه تاني أو تسقطها تماما طبعا ده كلام في منتهى الخطورة ستة ما بعد الحرب كيف تسقط صاروخا بعيد المدى بدون اشتباك كوريا الشمالية بقالها فترة كل ما تيجي تعمل تجربة صاروخية الصاروخ يسقط تعمل تجربة صاروخية تانية الصاروخ يضوب ثواني أو دقائق ويسقط مرة تانية وأول مبارح في صاروخ أمريكي في صاروخ كوريا الشمالي انطلق من السواحل الشرقية لكوريا الشمالية وبرضو بعد شوية صغيرين برضو الصاروخ تعطل وقع النهاردة ديلة تيليجراف بتقول كلام في منطقة الخطورة هو الكلام اللي قلناه قبل كده في صواريخ تماهوك واحتمالات الحرب الإلكترونية الروسية على تماهوك ديلة تيليجراف البريطانية بتقول إنه الأمريكان بيدخله على سيستم الصواريخ بيوعد للصاروخ فورا انطلاقه طبعا ده يكون لو ده صحيح ده يبقى أخطر خبر في العالم وأخطر تطور عسكري في السنوات الأخيرة عارفين ده معناه حضراتكو إن الصاروخ ينطلق بمستوى كوريا الشمالية وصاروخ بعيد المدى وبعدين ييجي في إطار حرب سيبرانية ديلة تيليجراف بتقول إنه أوباما أمر بها 2014 وبعدين من خلال حرب السيبرانية ديت أو الإلكترونية يتم الدخول للصاروخ وتعطيله يبقى أنت مش بتحارب يعني مش هيطلع صاروخ يوقع الصاروخ ولا طيارة تضرب الصاروخ بصواريخ إنما اللي هيكون الدفاع الجوي إيه؟ الدفاع الجوي لابتوب الدفاع الجوي كمبيوتر الدفاع الجوي موبايل إن أنت بتتدخل في الصاروخ بمجرد ما ينطلق إن يسقط مكانه بعضه قليل ده أصلا مش هيطلع علشان تواجه الصاروخ في الجو إنما قبل الصاروخ أصلا ما يطلع وده كلام مين؟ كلام ديلة تيليجراف طبعا ده كلام في منطقة الخطورة إنما الأخطر هو دليل ديلة تيليجراف في هذا التحليل بيقولوا ديلة تيليجراف إن في مستشار مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس على الطيارة صحفيين سألوه فقال لهم إنه في كوريا الشمالية أطلقت صواريخ إحنا عارفين كويس جدا قبل ما تطلق وبعد ما تطلق كل المعلومات وقال إن الاختبار كان فاشل شو بقى الجملة دي ده مستشار مع نائب مايك بينس هم رحين كوريا الشمالية هم رحين كوريا الجنوبية بيقول الاختبار كان فاشلا ثم اختبار فاشل آخر في الواقع لا حاجة لتكرار الفشل شو بقى الجملة دي لا حاجة لتكرار الفشل ده معنى إيه معنى إن هم مهما يطلعوا صواريخ هيتم تعطلها بالحرب السبرانية أو الحرب الإلكترونية شو بقى الجملة اللي بعدها نحن لسنا في حاجة لنشر أي قدرات للرد على ذلك تتكلم بقى ما بعد الحرب دي مش الحرب الحرب يطلع صاروخ يضرب تتفاداه توجهه بالصواريخ المضادة للصواريخ أو طائرات زي السخوي خمسة وثلاثين تتكلم بقى ما بعد الحرب أو ما قبل الحرب إن قبل الصاروخ ما يطلع يجري تعطيله فلا يخرج هذا الصاروخ ده كلام في منتهى الأهمية مرة تانية الجملة يقول لك اختبار فاشل ثم اختبار فاشل في الواقع لا حاجة لتكرار هذا الفشل والجملة التانية الخطيرة أمريكا ليست في حاجة لنشر أي قدرات لمواجهة ذلك كلام دي تليجراف كلام الإعلام الروسي على اقتحام طومهوك أو اقتحام الصلاة الكورية الشمالية هو أخطر ما في العلم العسكري الحديث هو أخطر ما في علوم الاستراتيجية الحديثة أن احنا دخلنا إلى مرحلة ما بعد الحرب أو ما قبل الحرب كلمت حضراتكم في هذه الحلقة عن العرض العسكري الأمريكي والعرض العسكري المضاد من كوريا الشمالية من أبرز مقطع الفيديو مقطع الفيديو اللي بيشرح وبيبين أم القنابل كيف ألقياد أم القنابل جزء من العرض العسكري الأمريكي لكن فيه عرض عسكري كوري شمالي مضاد العرض العسكري الأمريكي الحرب في كوريا الشمالية حلقة خاصة حفظ الله القيش وحفظ الله مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة